سؤال أخرك يقول السلام معك ممكن نجاوب ضروري سولي لي الأستاذ احنا كارين محل تجاري كان خدمو فيه كان صابو فيه الحرشة ورغايفو دكشي منذ عشر سنين هدي وصاحبات المحل ديرا معانا كونترا مفتوحة ودابا بغايت تخرجنا قالتنا نعطيكم مليون وخرجو را بغا بيخدمو فيه ولادي بغايت نسول أستاذ وشي لا دعيتها في المحكامة على حسب التعويض دي علي أنا متنمد ما دعيشي يا خليه يعني المكري إذا يكي لا بغا يفرغ وقالت ويا دبا شهرين ما بغايتش تشد الفلوس ديال الكراه قالت لنا صفيخ نمو وفي العيد نعطيكم مليون وخرجو دي بالنسبة لعني عدم قابل الواجبات الكرائية ممكن أنها تدير مستردين الإيداع والعرض وممكن يتم إيداعهم في صندوق المحكامة وبتالي أنك تخلي ديمة ديالها من مواجبات الكرائية بالنسبة لدي لك أنها عندها عقد مع تسيدة محل تجاري طيب الحال أنها اكتسبت الصفة التجارية والكراه التجاري فالحق أنها تهوض يعني بتعويض مناسب مش أنها عشرات لعشرات درهم أو غير ذلك أنا ما عرفش الموقع ديال المحل إلى غير ذلك نسبة دير ولكن يعني عشرات درهم في محل يدير أرباح معينة صعب جدا أنك تقبل بهذا المبلغه لكن أنها مدعاشية تمارس التجارة ديالها بصفة عادية وإذا تم يعني لدعاتها المكرية طيب الحال أنك ستدير طلب مداد عن طريق محامي طلب مداد من أجل المطالبة بالتعويض أما الآن هي في مرحلة سلبية ما تديرتش حاجة خاصة المرحلة الإيجابية تكون من طرف المكري هي فقط تحت الكراه ديالها في صندق الحكامة باش تخليت ديم مديانة نخسموه باد سؤال